شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رحب بكم مشاهد كرام في برنامج رمضان الدوحة حلقتنا اليوم نتحدث فيها عن الصلاة قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهدة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاء وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا موضوع اليوم عن الصلاة ومكانتها وثوابها وأهميتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال ضيوفي في حلقة اليوم شيخ مال الله الجابر حيك الله شيخ مال الله سعدا أجدك معنا الله يحييك شيخ أحمد وأنا أسعد الله يحفظه الله يحييك أيضا معنا شيخ محمد يحيي طاهر حيك الله شيخ أحمد الله يحييك شيخ أحمد أحييك وحييك شيخ مال الله والمشاهدين والمشاهدات اللي من وراء الشاهد يا رحب صلى الله يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال لا شك أننا لما نتكلم عن الصلاة وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة ما هي أهمية الصلاة في حياتكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحفه أجمعين أما بعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله فقال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها الصلاة قال عليه الصلاة والسلام عنها أيضا الصلاة نور فالذي لا يصلي هو حياته ظلام وقلبه ظلام ودنياه ظلام وآخرته ظلام فالصلاة نور كما قال عليه الصلاة والسلام كل الأنبياء السابقين فرضت عليهم الصلاة فإبراهيم عليه السلام كان من دعائه عليه أفضل الصلاة والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء إسماعيل عليه السلام أيضا كان وكان يأمر أهله بالصلاة كان عيسى عليه السلام عندما أول ما تكلم في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة صح ولا لا؟ ما دمت حيا ما دمت حيا فكل الأنبياء السابقين كانوا أو فرضت عليهم الصلاة وفرضت علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة هذه العبادة العظيمة لم تفرض في الأرض لعظامها عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فرضت هناك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة دائما على الصلاة كانت من وصاياه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم كان يحث الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الصلاة صلاة. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثل عجيب في موضوع الصلاة. قال لو أن نهرا بباب أحدكم تخيل نهر قدام البيت يوميا تغتسل منه خمس مرات. هل ممكن أن تكون إنسان وصخ؟ تكون نظيف صح ولا لا؟ قال فذلك مثل الصلاوات الخمس. يمحو الله بهن الخطايا. خمس مرات تصلي الله سبحانه وتعالى يغفر لك ذنوبك كلها. الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينها مكفرات لما بينهن إذا اشتنوا بيت الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام. نحن دائما نعصي. وعندنا ذنوب وصغائر. ولكن عندما نتوضأ ونصلي لله سبحانه وتعالى هذه الفريضة. الله سبحانه وتعالى يكفر عن هذه الذنوب وهذه المعاصر. إن الحسنات يذهب نا السيئات. شيخ محمد مقدمة شيخ مررلة جميلة جدا. أيضا لك أن إضافة. وعلى طاري مغفرة الذنوب وكذا. وقولك أن الحسنات يذهبنا السيئات. هذه حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. كما ورد عن ابن مسعود أن أحد الصحابة أصاب قبلة من امرأة. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه. لم يقل له ما هذا الحد أو أنه ماذا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه. فأتاه بعد الصلاة. وقيل كانت صلاة العصر. فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه. فقال هل صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قال وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل. إن الحسنات يذهبنا السيئات. الله أكبر. فغفر الله له بصلاته. فقال ألي هذا خاصة. فقال لا. هذا لأمته صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد على لسان داود عندما أتاه الخصمين أو الخصمان. واختصموا معه وقضى بينهم. قال الله وظن داود أنما فتناه. فماذا فعل داود عليه وسلم؟ فاستغفر ربه. وخره راكحا وأناب. سجد لله سبحانه وتعالى. صلى لله سبحانه وتعالى. قال الله فورا بعدها. فغفرنا له ذلك. ومعروف أن الفأ في اللغة تفيد التعقيب. يعني فورا. يعني فعل أو قضى بينهم. قال الله وظن داود أنما فتناه. يعني استشعر أنه فعل ذنبا أو فعل شيئا. فاستغفر ربه وخر راكحا وأناب. طيب بعد هذا بعد الصلاة. فورا غفر الله سبحانه وتعالى له. وأيضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما من عبد يذنبه. ذنبا فيحسن الطهور. ثم يقوم فيصلي ركعتين. ثم يستغفر الله إلا غفر الله والله. الله أكبر. وانظر إلى بلال. رضوان الله عليه. قال الله النبي صلى الله عليه وسلم حدثني بأرجاع عمل عملته. فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصليه. فانظر إلى هذه الدرجات. حتى سمع النبي دفن عليك. حتى أنا عليه دخلت معه الجنة. الله أكبر. بل أول ما يحاسب به العبد شيخ من الله هو الصلاة. فان صلاحة صلاته صلاحة سائر العمل. أهمية الصلاة ويعني الأجور اللي حصل. إحنا ودنا نبدأ من الفجر. سنة الفجر صلاة الفجر. وما هي الأجور التي ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تفضلت الآن الحقيقة أن الشرع أو الله سبحانه وتعالى جعل في كل أعمالنا أو كل الأشياء التي تحيط بنا صلاة. نريد أن نتوب نصلي لله ركعتين. نخسفة الشمس نصلي صلاة الخسوف. نبغي المطار نصلي صلاة الاستسقاء. أما السنن الرواتب وأجرها. الآن إن شاء الله نحن ممكن أن نأتي عليها. عندنا السنن الرواتب. قال عليه الصلاة والسلام من صلى في اليوم والليلتي ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام يوميا. سبحانه الله. لو صليت 12 ركعة لله سبحانه وتعالى بنى الله سبحانه وتعالى لك بيتا في الجنة. وإحنا فرمضان. وشهر عظيم. ما هي اللي رحمة. يعني هذه indoors. يعني هذه فرصة أننا الحقيقة أن نحاور على هذه السنن الرواتب. السنن الرواتب ركعتين قبل الفجر أربع ركعات قبل الظهر ركعتين 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 مثنا مثنا. ركعتين بعد الظهر هم كم صارو行 ثنتين وأربع ستة وثنتين بعد الظهر ثمانة وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء مرة ثانية ركعتين قبل الفجر أربع ركعات قبل الظهر أربع ركعتين بعد الظهر ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء الله أكبر صلاة الفجر النبي عليه الصلاة والسلام سنة الفجر كان لا يتركها لا في حضر ولا في سفر وقال عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر هي خير من الدنيا وما فيها شنو شايف الدنيا يعجبك هذه الركعتين خير من أي شيء يعجبك في هذه الدنيا وما فيها ركعتين الفجر والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقرأ فيها الفاتحة وسورة الكافرون والركعة الثانية الفاتحة وسورة والأخلاص ركعتين بسيطين قبل صلاة الفجر هي خير من الدنيا وما فيها مش هذا الحد قبل صلاة الظهر نصلي أربع ركعات ومن أراد أن يزيد أن يصلي أيضا بعد صلاة الظهر أيضا بعد أربع ركعات نأتي إلى صلاة العصر أو قبل صلاة العصر نأتي إلى فترة الظحى شرعت عندنا صلاة الظحى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها صلاة الأوابين متى تبدأ؟ تبدأ من بعد شروق الشمس إلى قبيل الزوال هذه وقت صلاة الظحى تصلي ركعتين أربع ست ثمان ما شاء الله لك أن تصلي قبل ذلك أيضا بعد صلاة الفجر من صلى صلاة الفجر ثم جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كانت له بأجر عمرة عمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام تامة 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 يعني كأنك اعتمرت وحجيت مع النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى كتب لك أجر هذه الحجة والعمرة يعني بمكان واحد يحجه في بلاده وهو في بلاده يعني أخذ أجر هذه الحجة أنك تجلس من بعد صلاة الفجر تذكر الله سبحانه وتعالى أذكر الصواح وتقرأ القرآن إلى أن تشرق الشمس يمكن ساعة إلى ربع أو بالكثير خمسين دقيقة شيخ محمد أيضا في أجور كثيرة سما بين السلام عندما قال لو تعلمون ما في الأجر لا أتوهما ولو حبوا ولو حبوا نعم صحيح صلاة الفجر لها ميزة وهي أولا أنها في ظلام فلذا تكون ثقيلة على المنافقين فيها نوم فيها نوم أنت قايم من النوم هل الناس بيشوفوني ولا ما بيشوفوني هل بينتبهون أني أنا رايح المسجد ولا ما رايح المسجد فلذا كان المنافقون يتكاسلون عن مثل هذه الصلوات ولذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة هؤلاء يخافون وظلام وعن الروح وطريق وكذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالنور التام يوم القيامة ومن فوائد أيضا وفضاء صلاة الفجر أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي فلا يغفر أنكم الله من ذمته بشيء إذا أنت الله سبحانه وتعالى كنت في ذمته من يستطيع أن يغفر ذمة الله سبحانه وتعالى هل يستطيع أحد من البشر أو كائن ما كان أن يضرك ويفعل بك كذا وكذا كلا والله لا يستطيعون ومن فضائل صلاة الفجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله يعني أنظر إلى هذه الأجور العظيمة في هذه الصلاة وقول الله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال بعضهم هي صلاة الفجر تشهدها الملائكة حتى الملائكة يشهدون هذه الصلاة لعظمها وفضلها فأين الناس اليوم من صلاة الفجر بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة دخل الجنة سبحان الله وهذه ميزة أيضا لأنهما كما قلت شيخ أحمد غالبا يجون بعد نوم صلاة الفجر تجي بعد نوم وصلاة العصر ترد من الظهر تعبان وترد كذا فأغلب الناس سبحان الله يفوتون هذه الصلتين ولذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة بل قال يتعاقبون فيكم ملائكة ملائكة في الليل والنهار نعم صحيح والله سبحانه وتعالى أيضا وصى بها قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقبل قيلة كانت تقرأ حافظوا على الصلوات وصلاة العصري كان ينص أنها صلاة العصر ثم نسخت إلى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصري بل يقولون من ترك صلاة العصري فقد حبط عمله كان هذا حديث صحيح أيضا فضل صلاة العصر صلاة العصر في حديث خاص فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قبل العصر أربعا أو رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا هذه دعوة خاصة من النبي عليه الصلاة والسلام من صلى قبل صلاة العصر أربع ركعات ركعتين ركعتين يا جماعة نقول مثل هذه الأدعية الفضاء في السنة قبل صلاة العصر فما بالك بأجر الفرض الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي أفضل شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن تؤدي الفرائض تصل الفرائض الخمس تصوم رمضان تحج البيت مرة وحدة الفرض حجة الفريضة الزكاة هذه أفضل شيء تتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى لكن نحن يشير عندنا نقص يشير عندنا خلل في هذه الفرائض في الصلاة صح أو لا فتأتي السنن الرواتب هذه فتكمل فتكمل هذا النقص وتكمل هذا الخلل لذلك سنقول نقول أستغفر الله ؤْنا نصلين استغفر الله من الخلل الذي حصل في هذه الصلاة وتأتي مثل هذه السنن الرواتب الحقيقة هي تكمل هذا النقص وهذا الخلل إذن صالة المغرب أيضا نصلي بعد صلاة المغرب ركعتين. من المعلوم أنه عندنا أوقات منهي أن نصلي فيها. لأنه بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس. الأوقات المنهية. وبعد صلاة العصر إلى المغرب. هذه أوقات نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيها. لأن هناك إلا طبعا ذوات الأسباب. هذه شيء آخر. مثل ركعتين الطواف. مثل سنة الوضوء. صلاة الجنازة. هذه شيء آخر. لكن نحن نتكلم عن الأوقات المنهية عنها. لذلك كانوا الصحابة عندما يؤذن المغرب مباشرة. كما قال أحد الصحابة. كانوا يبتدرون السواري. ما معنى يبتدرون. يوقفون عند السارة ويصلي ركعتين. لأن ما بين كل أذانين صلاة. بين الأذان والإقامة صلاة ركعتين. فكانوا مباشرة أول ما ينتهي. لأنه وقت نهي. ما يقدرون تسننون وليس تسننون. وكذا. فكانوا مباشرة يبتدرون السواري. صلاة العشاء نصليها. بعد صلاة العشاء نصلي ركعتين السنة. شرعت في الليل صلاة القيام. قيام الليل. وشرعت فيها ركعة الوتر. التي أوصلها بعض العلماء إلى الوجوب. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ولا يتركها. بعض العلماء يرى أن ركعة الوتر هي واجبة على الجميع. فركعة الوتر هي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحافظ عليها. فضروري جدا. يصليها في السفر والحضر. يصليها في السفر والحضر. هي وركعتين الفجر. ما يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لا في حضر ولا في سفر. ركعة الوتر وركعتين قبل صلاة الفجر. دائما كانوا يحافظ عليهم عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه الصلوات ومثل هذه السنة الحقيقة ينبغي علينا أن نحافظ عليها ينبغي علينا أن نرتاح بهذه الصلاة نبتدر من ما عنده هموم من ما عنده غموم من يريد الجنة الصحابي عندما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وسأله يا رسول الله أريد مرافقتك في الجنة إيش قال قال أعني على نفسك بكثرة السجود يعني صل اسجد الله سبحانه وتعالى اركع يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم ترحمون الركوع نعظم فيها الرب صحة أو لا السجود ندعو فيه إلى الله سبحانه وتعالى السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجل نكثر من السجود نكثر من الصلاة خصوصا في هذا الشهر الفضيل أيضا كنا سن صلاة الظهر قال صلى الله عليه وسلم أن نصلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله جسده على النار بل عندما جاء رجل يسأل عن الصلاة قال ركعتين الفجر وأربع الظهر وأربع العصر ثلاث المقرب وأربع العشاء قال قال إن صدق قال فلا أزيد عليها فقال أفلحا صدق قال إنها الجنة سبحان الله هذا كما قال الشيخ مال الله أن الواحد حافظ على الفرائض الله سبحانه وتعالى لا يسألك إلا عن الفرائض فأنت حافظت عليها وأديتها كما يريد الله سبحانه وتعالى ستفلح وستدخل الجنة والنوافل هي السياج التي تحافظ على هذه الفرائض حديثنا مع ضيوفنا الكرام مستمر ولكن أطلع لفاصل قصير ثم أعود بعده بحول الله تبارك وتعالى لمتابعة حديثنا مع ضيوف الكرام اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات أهلا بكم مشاهد الكرام من جديد نرحب الآن بالدكتور سلطان الهاشمي ووقفتنا مع فقرة التلطاء فنشوف ونرجع لكم اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء ويقول في حديث آخر عندما سئل عن أفضل الكسب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور التجارة من أفضل وأشر في المهن وزاد شرف هذه المهنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذه المهنة مهنة التجارة فقد تاج الرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البئثة في مال خديجة وكان الصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم من التجار بل أفضل التجار كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وزبير بن عوام وغيرهم والإسلام لا يمنع المسلم من أن يتملك عشرات الملايين بل مئات الملايين بل المليارات ولكن أن يرائي حق الله عز وجل نعم المال الصالح النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح هذه التجارة لها ضوابط ومن هذه الضوابط أن يرائي الشريعة الإسلامية في التعامل أي أن يكون أولا عنده الصدق والأمانة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر التجار فرفعوا عناقهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن التجارة يبعثون يوم القيامة فجارة إلا من اتقى وبر وصدق ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا شرى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى من هذه الضوابط أن يرائي حق الله عز وجل وأن يبتعد عن الغش وعن الخيانة أي أن تكون عنده شفافية في مثل هذه التعامل مراعاة الجوانب الأخلاقية مهمة جدا الشريعة الإسلامية في جانب المعاملات ليست كالرأسمالية الرأسمالية عندهم ربما الغاية تبرر الوسيلة ولكن عندنا في الشريعة الإسلامية الجانب الأخلاقي مراعى جدا فلا ينبغي للتاجري أن يكون عنده أي نوع من الغش أو من الخيانة في أي نوع من أنواع السلع أن يرائي الله عز وجل في معاملته مع الناس أن تكون عنده الشفافية في أنواع التجارات أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى اللهم ارضى عنا وتولنا وارحمنا يا كريم أهلا ومرحبا بكم مشاء الكرام من جديد شكرا للدكتور سلطان الهاشمي على هذه الوقفة اليومية صلى الله تبارك وتعالى أن يكتب له الأجر الشيخ من الله ممكن تكلمت في البداية ويعني أيضا الشيخ محمد تكلم لكن نبي شيخ محمد صلاة الجماعة فضلها وأثرها على النفس صلاة الجماعة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وعظم أجرها فقال صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الرجل في سوقه وفي بيته 25 درجة وفي رواية 27 درجة فأنت تأمل هذا الأجر العظيم يعني كل ما صليت في جماعة تأخذ أكثر من اللي صله في بيته ب27 درجة حتى قيل عن أحد السلف أن مرة فاتته صلاة الجماعة فقضاها 27 مرة يعني أنت تأمل هو كان حريص على أساس أنه يصلي وكذا ما يبغي يفوت هذا الأجر فقضاها 27 مرة حتى يحصل هذا الأجر ثم يقول نام فرأى في المنام أن من صلى جماعة سبقوه يعني حتى مع قضائه هذه الصلوات وكذا إلا أنه لم يصل إلى هذه الدرجة صلاة الجماعة فيها ألفة وفيها اجتماع الناس أنت تعرف اليوم أهل الحي والأهل الفريج من وين تعرفون صحيح طيب نعرفون من المسجد ولذا سبحان الله تجد الناس أحيانا يستضيقون إذا فتح عندهم إيش مسجد آخر صحيح يقول لك يا أخي وزعت الناس راحوا هني ولا راحوا هني قبل سبحان الله يصلون على مسجد واحد يصلون كذا فإذا أي واحد غام عنهم فإذا رجعت مثلا مسافر أسبوع وينك فلان الشيخ أحمد ما شفناك صار لك أسبوع مكطوع عنه يقول له والله كنت مسافر فإيش فيصير في حرص في سوال عن الناس في لحمة في كذا سبحان الله تقوي الأواصر حتى بين أهل الحي نفسه حتى عندنا بعضهم سبحان الله يسأل حد خطب بناتها حد خطب شي يقول لهم وين ساكن فلان في الفريج كذا يروح عند إمام المسجد والأهل المسجد يرويهم صورة تعرفون هذا إذا قالوا نعم نعرفه ويجي صلي معنا كان بها معرف ويقول لا خلاص والوجه من وجهها بيض فسبحان الله يشوف يعني إلى وين حتى وصلت الصلاة في نفوس الناس فهذا شيء محمود جدا فعلى المسلم يحافظ على الصلاة في جماعة والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه بن أم مكتوم وكان أعمى وبيته بعيد عن المسجد والطريق وعر فأراد يعني يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أسمعني أصلي في البتعة يا رسول الله تأذلي قال أتسمع النداء قال نعم قال فأجب لا إله إلا الله فهذا يشتجمعت فيه كل الأعدار ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجب فكيف بمن هو صاحي محافظ في بدنه والآن الحمد لله طرق ميسرة وحتى المسجد مبعيد حتى الشيخ مقال الله ممكن في إدارة المساجد هو يفيدنا أكثر يعني ممكن يعرف أن يعني تقريبا أن البيوت ما تبعن عن المساجد إلا مسافة دقيقتين ثلاثة على الأغلب يعني يندر جدا ما تحص البيت يكون بعيد فيه عن المساجد تحتار أحيانا أعتذر عن عملياتي كلها أحسن أن التوفيق بعد صلاة الفجر تكون في عملي وفي حياتي نتكلم الشيخ أيضا من صلى أربعين يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءة براءة من النار وبراءة من النفاق يقول سعيد المسيب كان أظن سبعين سنة يدرك تكبيرة الإحرام نعم صحيح الحقيقة نسمى ذكرت الشيخ أحمد صلاة الجماعة والشيخ محمد أيضا فضلها عظيم وأجرها كبير عند الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الصحابة حريصين عليها جدا حتى قال أحد الصحابة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها يعني صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق يعني كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حريصين جدا هم يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني هذه الصلاة الجماعة وجاء فيها وعيد أيضا حديث آخر الحقيقة شديد وهذا يدل على أيضا يعني من الأدلة التي يسدل بها القائلين على وجوب صلاة الجماعة لأن في طائفة من نهل العلم كبيرة جدا تقول أن صلاة الجماعة أصلا واجبة يعني في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم والعياذ بالله الحقيقة أن يعني هذه الأحاديث التي فيها وعيد عن من يتخلف عن صلاة الجماعة الحقيقة أنها مخيفة فينبغي علينا أن نحرص خصوصا في هذا الشهر الفضيل طبعا الصلاة الجماعة الصلاة هي ليس في رمضان فقط يعني مفروض أننا لا نكون رمضانيون عبد الله سبحانه وتعالى في رمضان ونصلي في رمضان وخاجر رمضان يعني انفلت الصلاوات والطاعات ونحو ذلك لا الصلاة هي طول السنة صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى ولكن تتأكد في الزمان الفاضل والمكان الفاضل صح ولا لا والصلاة لا تسقط عن أي أحد بأي حال من الأحوال لا تسقط هي واجبة على الرجال الأحرار القادرين كما يقول الفقهاء يعني في كتب الفقه تجب على الجميع صلاة الجماعة لا تسقط بأي حال من الأحوال يجب علينا أن نتنب مثل هذه الصلاة وأن نبادر وأن نرتب أوقاتنا الحقيقة الذي يرتب وقته وعلى الصلاة صدقني يتحصر وقته مرتب وقته مرتب وعيدة كلها بعد الصلاة بعد صلاة المغر بعد صلاة العشاء صح ولا لا دوام نفس القضية فالحقيقة أن الصلاة يعني إذا كانت منهاج حياة تكون حياة الإنسان مرتبة تكون حياة الإنسان فيها بركة تكون حياة الإنسان يعني أتدري أن الصلاة هي سبب في زيادة الرزق ما هي الآية التي في سورة طه يا شيخنا أمر أهلك بالصلاة في واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك سبحان الله فرغط يعني شوف سبحان الله الصلاة هي سبب حقيقي من أسباب زيادة الرزق من ما يبغي زيادة الرزق كلنا نبغي زيادة الرزق صح ولا لا إذن التزم بالصلاة الخشوع في الصلاة الله سبحانه وتعالى في مطلع سورة المؤمنون ماذا قال؟ قد أفلح المؤمنون أفلحوا من هم؟ الذين هم؟ في صلاتهم خاشر بس هذه الصفة هذه الخشوع في الصلاة كثير من الناس الحقيقة يصلي يعني إحنا الآن في بداية الحلقة ذكرنا الصلاة وأهمية الصلاة وفضل الصلاة وذكرنا أن السنن الرواتب وفضلها وأنها مكملة للفرائب طيب الآن خلاص واحد اقتنع قال أنا مقتنع وإن شاء الله أني أصلي نتكلم الآن عن الخشوع في الصلاة الصلاة فيها طمأنينة أن الرجل الذي صلى وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له ارجع صلي فإنك لم تصلي فإنك لم تصلي مع أنه يصلي يركع ويسجد ويقوم ويوقف ويسلم ويقول التحيات رجع مرة ثانية قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي رجع أكثر المرة ليش لأنه ما حقق الطمأنينة لا بد أن نطمأن في صلاتنا أن نركز في صلاتنا أن نترك هذه الدنيا أن نركز في هذه الصلاة يا أخي من الأسباب التي تعين على الخشوع يعني أن نغير الأدعية ليس بأدعية السجود فيها وردت أدعية كثيرة صلى الله أخي غير أدعية السجود غير دعاء الاستفتاح غير دعاء الركوع حتى لا تصير عادة حتى لا تصير عادة وأنت تقولها وأنت لا تحس تقولها وتلذل في الصلاة تقول أنا كبرت أو لا كبرت نعم توسوس وتشك نعم فهذا صراحة من الأسباب التي تعين على الخشوع من الأسباب أيضا التي تعين على الخشوع حفظ القرآن الكريم يا أخي لا تكرر الصور نفسها كل يوم إذا صليت ركعتين ولا صليت فرط تكرر نفس الصور اللي أنت دائما تقولها تقولها بدون ما تستشعر لكن لو حفظت القرآن الكريم تمام الحقيقة أنك ستخشى أكثر يتنوع وحذر قبل أن تطلق نافلة أنك اشتق رأك أنك إمام نعم صحيح فهذه صراحة الحقيقة أنه أسباب تعين على يعني الخشوع في الصلاة والخشوع في الصلاة مقصد عظيم ولا بد صراحة لأن الواحد يجتهد أن يحقق هذا هذا الأمر صحيح في رمضان الشيخ محمد لا شك بأن الناس الله الحمد وخصر الترويح اليوم الله الحمد مساجدنا اليوم بالأصوات الجميلة والخشوع والتدبر لظيم أن الإنسان يروح عند الشيخ محمد صليه وراء الشيخ مال الله أو مسياد لو اختاره هل في حرج؟ لا لا هذه طبعا ما فيها حرج يعني بالعكس قد يعني يندب هذا ويستحب على أساس أنه يكون أدعى للخشوع ويكون لحضور القلب لأن سبحان الله يعني واحد قد يصلي وراء إمام ما يرتاح هو في صلاته يقول لك أنا أحس قلبي ما حضر في الصلاة ومش المقصد أنه يكون سوء في الإمام نفسها وكذا لكن سبحان الله الأرواح الفروقات الفروقات المجندة أو فروقات مثلا عند الشخص أو هذا مثلا يحب النبره الفلانية عند فلانا أو صوتها هادي هذا مثلا صوتها مرتفع جدا هذا سبحان الله الناس يتفاوتون والناس فيما يعشقون مذاهبه فما في حرج أن الواحد يذهب لهذا دام أيش أنه في حضور قلب في الموضوع فيه خشوع يستطيع أن يتدبر المعاني هذا شيء مهم جدا مثل ما قال الشيخ مال الله وهو الخشوع في الصلاة فعندما يعني يقرأ الإمام أنت تحس أنك تروح معاه تسمع القصص تحس أنك عايش القصة يعني مرة في واحد كان يقول لنا يقول كنت في الحرم وصلي والإمام يقرأ سورة طه يقول والله كأن القصص تتمثل أمامي يقول كأني أشوفها يعني كأني أشوفها فهذا ما يستغرب يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلم الصحابة عن الجنة والنار وكذا فكانوا يقولون كنا كأننا نراها رأي العين سبحان الله يعني هذا يعيش مع الصلاة يعيش مع هذا يعني وانظر إلى معايشتهم مع الصلاة عمر بن الخطاب عندما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي فأغمي عليه أول مقام إيش قال أصلى الناس عايشين مع الصلاة عروة بن الزبير عندما أرادوا أن يقطعوا رجله قبل طبعا ما في بنج صحيح ما في تخدير ما في هذا فقالوا إيش نسوي يعني قالوا أشرب خمر على أساس ما تشعر برجلك عندما نقطعها قال ما عاد الله أن أتي حراما وجوزه بعض العلماء للطرار يعني مضطر لأنك ما في تخدير ما في كذا إيش سوي قال فإذا دخلتوا في الصلاة فدخل في الصلاة يعني والله شيء واحد هذا يقول لك أنت تتكلم عنه يقول لك أنت قاعد الخيال أو شيء من الأساطير فدخل في الصلاة فقطع رجله فما قام من صلاته ما تحرك من صلاته يقيل إلى أن أغمي عليه من كثرة الدم ما نزل يعني فسبح الله شوف كيف الناس يتعايشون مع الصلاة فأنت أحرص على هذا حتى لو ذهبت إلى مسجد وكذا أحرص على هذا أبتعد عن المشغلات نحن الجوال اليوم صار مشغل كبير جدا يمكن يصلي ويطلع أمام أخباه ويشوف من وردع أمامه صحيح هذا صحيح يعني يرن يشوف من اتصل فيه وكذا وبعدين يقعد يفكر حتى لو ما طلع مثلا رن عند الجوال من اتصل فيني يمكن أمي يخي تبغي مني شيء والشيطان حريص أحيانا يأتي سبحان الله عند هذا يمكنك ما دري إيش خل الصلاةك بسرعة روح شوفها يشوفها كذا لا أحرص على هاي حاول قبل الصلاة بفترة مثلا خمس دقائق عشر دقائق خلاص تبتعد عن هالأشياء مثلا أنا بيني وبين الشيخ أحمد موضوع وقعد أكلم كلمة كلمة ما دخلت في الصلاة وأنا ليل ما خلصت الموضوع هل تعتقد أني أصلي صلاة عدن أكيد بقعد أفكر في الموضوع ويش صار ويش بارد عليه ويش بأسوي فحاول قدر المستطاع تبتعد عن هذه الملهيات حاول تبتعد عن المعاصم هذا شيء مهم جدا والنظر بمثال في قصة جريج جريج عابد من عباد من إسرائيل كان يصلي فنادته أمه يصلي نافلة فقال يا ربي أمي أو صلاتي ففضله الصلاة وحدث كذا مرة فأمه دعت عليه دعوة قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجه الممسات طيب ليش هذه الدعوة ما معنى هذه الدعوة خاصتها قال لبعض الشراح قال أمه كانت فقيها تعلم أنه لو نظر إلى الحرام سيشغله هذا عن صلاة فمثل ما شغل فيها عن الصلاة أرادت أن تشغله عن الصلاة نفسها فالواحد يحرص أنه لا ينظر إلى الحرام وإذا نظر يستغفر الله سبحانه وتعال فورا ويتوب إليه ويسعى للافتعات هذا أدعى أيضا لحضور القلب وأدعى إلى الخشوع في الصلاة حديثنا ما شاء الله شيء مع ضيوفي الكرام لكن أطلع لفاصل قصير ثم أعود إليكم فكونوا معنا اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات اللهم تقبل الصيام والقيام وسائر الطاعات حياكم الله معنا من شاء الله الكرام في برنامج رمضان الدوحة وقفتنا الآن مع الشيخ تركي عبيد المري وفقرة فقهيات نشوف ونرجع لكم اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم يسأل كثير من الناس عن أحكام صلاة الوتر سنحاول أن نغطي أهم أحكامها في هذه العجالة نقول بالله التوفيق صلاة الوتر هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر وتختم بها صلاة الليل سميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر ولا يجوز جعلها شفعا والأصح من قولي العلماء أن الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ساله أعرابي عما فرض الله عليه في اليوم والليلة فقال خمس صلوات فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وفي حديث خارجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر نعم وهي صلاة الوتر فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء ذلك لحديث خارجة وينتهي بطلوع الفجر وبناء على هذا فإنه لو جمع المصلي بين المغرب والعشاء جمع تقديم أي في وقت المغرب فيبدأ وقت الوتر من بعد تمام صلاة العشاء لأننا قلنا أن وقتها يبدأ من تمام صلاة العشاء ومن صلى قبل أن يصلي العشاء لم يصح وطره لعدم دخول وقته فإن فعله نسيانا أعاده هذا والله أعلم اللهم ارض عنا وتولنا وارحمنا يا كريم حياكم الله معنا مشاهد كرام من جديد نشكر الشيخ تركي عبيد المري على هذه الوقفة وكأن الشيخ تركي يسمعنا في موضوع حلقتنا اليوم وهو حلقة عن الصلاة وتحدث شيخ تركي عن الوتر نعم الحقيقة نعم مثل ما ذكر الشيخ تركي أن صلاة الوتر هي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة لا يتركها لا في حظر ولا في سفر صلاة الوتر وركعتين الفجر وهي وقتها مثل ما ذكر بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر أو قبل الفجر وتختم بها صلاة الليل شيخ مر الله نبين نسأل أيضا عن صلاة المرأة إن كان في المسجد في رمضان أو غير رمضان نعم بالنسبة لصلاة المرأة كما جاء في الأثر لا تمنع إماء الله بيوت الله المرأة الأفضل أن تصلي في البيت ولكن إن أرادت أن تذهب أن تصلي مع الجماعة في المسجد سواء صلاة الجمعة أو صلاة التراويح أو صلاة التهجد أو قيام الليل فهذا لا يوجد بأس إن شاء الله ولا يوجد حرج وقد يكون هذا الأمر في خير لها المرأة بحيث أنه يزيد في خشوعها وتخشع في الصلاة أكثر فيكون مستحف في حقها لكن الأفضل لها كما أيضا ورد في بعض الحديث أنها تصلي في بيتها بالنسبة للحرم إذا ذهبت إلى الحرم مكة أو المدينة أيضا اشتحب لها أن تصلي في الحرم لأن الصلاة هناك مضاعفة في الحرم المكة مئة ألف صلاة وفي الحرم النبوي ألف صلاة أيضا الأطفال في رمضان هذه كل سنة ما شاء الله وأيضا حتى الأم عندما رجع معاذ من سفر وقال أفتتان أنت معاذ ما هي النسبة التي نقول حق الإمام في التراويح يصليها هل هي وجه أو وجهين أو إلى وأيضا صلاة الأطفال في المساجد نعم بالنسبة لصلاة الأطفال في المساجد يعني يفضل ألا يذهب بمن هو دون سن التمييز لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر الصلاة لسبح قال أموروا أبناءكم الصلاة لسبح وأضربوهم على عشر فهذا يكون غالبا سن التمييز أما ما دون ذلك فيصعب جدا أن تتحكم بالأطفال فيشغلون الناس في الصلاة سبحان الله وهذا حدث كثير يعني سبحان الله أول ما الإمام يكبر وراه يصير مسرة عندك الناس اللي هالي يلعبون يركضون أول ما يسلم الإمام هدوء تماما يعني سبحان الله يصير في المسجد يجي يكبر مرة ثانية فسبحان الله يشغل الناس يشغل المصلين أيضا فهنا تكلمنا عن الخشوع قبل وكتكلمنا عن حضور القلب فأنه للقلب أن يحضر ويخشع إذا كان فيه هذا الشيء من عذي الدور شيخ محمد هذا الآباء شيء مهم جدا يعني الوالدين في المنزل يعلمون الأبناء على عظمة المسجد على حرمة المسجد كيف الإنسان يحترم المسجد وفي واحد سبحان الله يقول من يوم كان ابني صغير كنت أرسم له صورة مسجد وروية يرسم له صورة المسجد وروية وتميت على هذا الحال روي صورة المسجد المساجد فصرنا بعدين نمر على المساجد يقول يبقى خلني أنزل معك يقول لا لا ما تنزل معك بتحشر المصلين يقول لا والله العظيم يا يبقى خلني أنزل معك خلاص تعلق قلبه في المساجد فيقول نزل ووصل جنبي يقول والله إني أنا تحركت أكثر منه في الصلاة فهذا من باب التربية على تعظيم هذه الأماكن. ليس بأن الواحد يروح ويقطع عياله. بعضهم سبحان الله كان يبي يفتك. يقول وانا وديهم. أروح أصلي وكذا. فيحرص على مثل هذا الشيء. والشقة الثانية كان. الإمام وفكار أنت يا معامل. بالنسبة للإمامة. الحمد لله عندنا في الدولة. غالبا المساجد معروفة. يعني المساجد التي تختم عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة. فهذا معروف أنه يطول. فأي واحد يأتي مثلا المسجد. مثلا جمع محمد عبدالوهاب عندنا يختم في رمضان. فأي واحد يأتي يقصد المسجد يعلم أن الإمام سيطول قليلا فيه. الشيخ عبد الرشيد معروف. أيضا يقرأ يصلي عشرين. ركع يقرأ أكثر من جزء. سمعت أنه بكرة بختمون. بكرة في التهجد. ويبدأ تهجد من أول رمضان. فهذا الآن الذي يذهب لهذا الشخص. هو يعرف أنه سيطول. في مساجد أخرى معروفة لا. أنه تقرأ نصف وجه تقريبا أو كذا. فسبح الله صار الأمر فيه ساعة. ومثل ما تكلمنا قبل المساجد عندنا. حتى في الفريج الواحد. كثيرة يعني. فإذا هذا شفته يطول أو كذا. أو ما تستطيع. اذهب إلى مسجد آخر. لكن أنا أبغي أشير إلى شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول. من قام رمضانا إيمانا واحتسابا. في بعضهم يقول لك. يا ريال خلنا نروح أي واحد إن شاء الله يقرأ آية آية. بس خلني أخلص. يعني كأنه هم ويبي يشيله. طيب وين الاحتساب في الموضوع؟ هذا شيء مهم جدا. يعني احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكلها أيام معدودات. اليوم إحنا كم؟ ليلة عشر. ليلة عشر. بل من قام مع الإمام حتى ينصرف. نعم كتب له قيام الليلة. سبحان الله. يعني كم يأخذ منك أكثر مسجد أتوقع يعني. صحيح. وحي في مساعدة تخلص تسع تقريبا. تسع وخمس تسع وعشر يعني. وهذا سبحان الله قيل هذا خاص في رمضان. لأنك ما تصلي مع الإمام قيام إلا في رمضان. فمن قام مع إمامه حتى ينصرف. ينصرف ليس بشرط أنه يقوم ويطلع. ويسلل. قيل السلام أو أنه يلف عليهم. ينصرف من الصلاة أنه يلف عليهم. فأنت أنتظر. وهذا ندعو كثير من المصلين. أنه يلتزم مع الإمام في الوتر. بعضهم يقول لك أنا أصلي بعدين في الليل. بروح أوتر أو كذا. لا أنتظر. ليش تضيع عليك الأجر العظيم. تروح البيت. تروح البيت صل. بس لا توتر مرة ثانية. أو أنشئت مع الإمام إذا أوتر. أنت خلها شفع ثم أوتر في بيتك. بس لا تفارق الإمام حتى ينصرف. الله أكبر. لا شك بأن رمضان كل خيرات. أوله ورحمة. سلطه مقفرة. وآخره وعتق من النار. وصلت إياكم إلى فقرة تغريدات مختارة. أول هذه التغريدات من سالم. الشيخ سالم القحطاني. يقول الشيخ سالم من كثرة ذنوبه فعليه بسقي الماء. وقد غفر الله ذنوب الذي سق الكلب. فكيف بمن سق رجلا مؤمنة. الشيخ من الله. الله أزهر الله خير. أخونا الشيخ سالم القحطاني على هذه الالتفاتة. بالفعل أفضل الصدقة هي سقي الماء. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكما جاء أيضا في حديث بغي بني إسرائيل التي سقت الكلب. فغفر الله سبحانه وتعالى لها. فلا شك أن السقي الماء له أجر عظيم. وإحنا تكلمنا عن الصلاة. كلها أشياء تدور سبحان الله على بعض. سنتكلمنا عن الصلاة إلى الصلاة مكفرة للذنوب. فسبح الله تشوف الله سبحانه وتعالى يعطيك خيارات كثيرة. والله يريد أن يتوب عليكم. الله سبحانه وتعالى يبغي يتوب علينا. فيعطينا مثل هذه الخيارات. عساس أن أنتم مكفر سيئاتنا. الروح حق التقريدة الثانية. أسماء الله الحسنى. الحديث. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنْنَوَافِلَ حَتَّى يُحِبَّهِ البخاري قال ابن رجب من أعظم ما تحصل به محبة الله من النوافل. كلاوة القرآن وخصوصا مع التدبر وأيضا الصلوات. نعم هذا شيء عظيم جدا كما أسلفنا أن أول شيء يجي الفرض. ثم يحبك الله سبحانه وتعالى بكثرة النوافل وكثرة التطوع. ومنها الصلوات. ونحن في رمضان الآن مصلي التراويح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الله. أحرص عليها أشد الحرص وأحرص على تلاوة القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه الجبريل. كان يدارسه جبريل القرآن في رمضان. على طار القرآن شيخ. عندي إضافة بسيطة. أنا بس أضيفك معي في حلقة عن القرآن. وتتكلم فيها. مع الشيخ محمد. مع الشيخ محمد. إن شاء الله. التغريدة الثالثة لعبد الله. الشيخ عبد الله فالح الهادر يقول. وما أوتي أحدهم بعد الإيمان. أفضل من الفهم عن الله ورسوله. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أيضا التغريدة الأخيرة للشيخ محمد بن يانا الدوسري. نمسي عليه بالخير ونقول له. يقول من الليث عن مجاهد. قال إن العبد إذا أقبل إلى الله عز وجل بقلبه. أقبل الله بغلوب المؤمنين. إليه شكرا حقيقة التغريدات كثيرة. وهذه الفقرة أتمنى أن مشاكلنا يعلقون عليها. لكن دائما الوقت يزاحمنا في أننا لا بدنا ننتهي الآن. شكرا للشيخ من الله الجابر على وجودك معنا في هذه الحلقة. نشكركم. جزاكم الله خير أنتم كسفتون أجر. إذا درسنا آيات وأحاديث تكلمنا في هذه الساعة. فجزاكم الله خير أنتم ولكم فضل علينا. أصلا الله يحرمكم الأجر أيضا الشيخ محمد. الله يجزاكم خير ما قصرته على الاستضافة. ونسأل الله أن يجعل المستمعين مما يستمعون القولة فيتبعونا أحسنهم. حلقتنا معكم إن شاء الله بعد كمان يوم عن القرآن. جزيلا. دبسنا. إينا. شكرا الكرام لا شك بأن الصلاة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. وصلت إياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج رمضان الدوحة. ألتقي معكم قدا بمشيئة الله تبارك وتعالى حتى ذلك الموعد. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر